السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا احنا كما تعودنا دايما بنتكلم على الحاجات مش بس جديدة لكن الحاجات اللي هي تنفعنا لنقدر نعملها كل يوم مش لازم نكلمك على كل الامراض المعتادة مش هناخد فيها لكن هحكي لكم النهاردة شوية حاجات قصة المناعة يعني ايه مناعة وهل في حاجة بتنشط المناعة هل في حاجة بتضعف المناعة هل التعرض لأدوية كتير بيأثر على المناعة وما فكرة المضادات الحيوية هل التهابات اللي احنا بتصيبنا زي مجموعة الفيروسات زي اللي احنا بسميها برد فيه فيروسات بتصيبنا زي الساتوميجالوفيروس والبوشامبيرفيروس بيعدوا علينا كأنهم دور برد واجع في الظهور ألم في البطن أحيانا ممكن أعراض البرد المعتادة ممكن يبقى فيه خلال مناعي هل دول بيؤدوا إلى أورام هل لما بنتعرض لبكتيريات أو النزلات المعوية دي قد تضر بينا ده اللي هكلمكم عليه بشكل ما في عجالة النهاردة بإذن الله إزاي نرفع المناع ما فيش حاجة ما إزاي نرفع المناع لكن في حاجة إزاي نحافظ على المناع بتاعتنا وإزاي نخلي الجسم قادر جزء من الموضوع على صد المناع اللي هو التعرض للتطعيم هل التطعيمات 100% فعالة هو لابد إن إحنا ناخد التطعيمات لكن فعالية التطعيم مش هتبقى 100% يعني بياخد تطعيم فيروس به 95% فعلا بيبقى عندهم مناعة قوية 5% ممكن يصابوا بالفيروس أو الجسم ما بيقدرش يعمل الأجسام المناعية اللي بتمنع الفيروس لأسباب كتيرة جدا تتعلق بالفيروس أو تتعلق بالتطعيم وأسباب أخرى ملهاش علاقة بهذا الموضوع تتعلق بالمناعة الجسمانية زي ديما كنا دايما نتكلم في حلاقاتنا اللي قبل كده بنقول إن 20% من اللي يصابوا فيروس C إصابة الكبد الفيروسي 20% فوق سن العشرين سنة من 20 إلى 25% بيخلصوا على الفيروس أو يقضوا على الفيروس كأنهم لم يتعرضوا لي وبيبقى فيه شفاء تام والبقهم ما بيحصل لهم شعر هل ده معناه أن الدول عندهم مناعة أحسن من ده لا ده هي قصة جينية تتعلق بأنواع كرات الدم البيضاء وخلافهم ده بيدخلنا في قصة إزاي أحافظ على مستوى المناعة بتاعي أهم حاجة للحفاظ على مستوى المناعة بتاعنا النوم يعني ما فيش نوم زائد ولا الإرهاق يعني وجعلنا الليلة اللي بأس فننام في المواعيد اللي ربنا أقلنا عليها وإذا كنا بالنام بدري ونصحف معاد الفجر ونبتدي يومنا مبكرا سبحان الله رب الأسباب عمل هذا الكلام تاني أهم حاجة بترفع المناعة الصوم الصوم نجد إن لما بيبقى في الحيوان أي حيوانات في الدنيا بتمرا أو إحنا حتى لما بنمر بيبقى عندنا عدم رغبة في الأكل سبحان الله وجدوا إن الصوم الصوم أو العدم تعرض للأكل بيرفع المناعة أو بيحفز الجهاز المناعي يعني امتلاء البطن بيؤدي إلى تقليل عكس ما إحنا دايما نقول للناس كل 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 يعني هي كرمنا على الناس اسمه كل إحنا دايما كنا بنقول إن فيتامين سي بيساعد على رفع المناعة الحقيقة مش فيتامين سي اللي بيرفع المناعة لكن اللي بيرفع المناعة هو فيتامين دال التعرض للشمس والمشي ساعة يوميا من أكتر الحاجات أيضاً اللي بترفع المناعة وكنا دايما بنتكلم وذكرنا في حلقات قبل كده القهوة الجنزبيل الرمان طبعاً القهوة أفضل مضاد أكسادة في التاريخ والأسماك البحرية الأوميجا دا بيدخلنا على النزلات المعاوية اللي احنا بنتعرض لها في فصل الصيف مع تغير الفصول وأولادنا وعايزينهم يذكروا كويس إزاي يركز في المذاكرة إيه الحاجات يعني نقي أنفسنا إزاي من هل فكر بس غسيل الإيد عدم التعرض للأكلات اللي هي بتعمل لنا النزلات المعاوية مشكلة النزلات المعاوية إنها مرتبطة بنوعات أكل وملهاش علاقة بالمناعة المباشرة السلمونيلا على سبيل الزكر بتيجي من البيض اللي هو غير مطهي جيداً بتيجي من الفراخ الغير مطهية جيداً بتيجي من الأكل اللي احنا ناكله برا السلمونيلا دي في منها آلاف الأنواع آلاف الأنواع أشهر نوعين اللي احنا عارفينه التايفود يعني نجيب الرحاني الفنان نجيب الرحاني مات بالتايفود كان الزمان اللي بيصاب بالتايفود ده يعني بيودعه النهاردة طبعاً الأمور كلها سهلة في النزلات المعاوية وإحنا دايماً بناخدها على الواقف لكن زمان ده كان الموضوع مشكلة لكن اللي بيخلينا نتكلم على السلمونيلا والإيكولاي إن هما ممكن يعملونا مشكلة بالذات في أطفالنا إن إحنا لو ما تجنبناش النزلات المعاوية قدر مستطاع من خلال التعقيم وخلافه عيب الإيكولاي إنها مش بس ممكن تعمل لنا سهل مدمم وهي أنواع طبعاً آلاف الأنواع والإيكولاي دي عايشة جوانا وكتير جداً مننا يعمل مزرعة بول أو مزرعة يعني براز يجد الإيكولاي فدي شيء لكن في نوع منها موجود في بعض في أماكن كثيرة من الدنيا لما بنتعرض ليه بيؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمرة في عمل لنا أنيميا وصفرة وارتفاع في وظائف الكبد في وظائف الكلا والكبد وتكسير عام فده حاجة اسمها الهموليتك يوريميك سيندرو متلازمات تكسير كرات الدم وارتفاع وظائف الكبد وده قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباء فكل اللي احنا عايزين نتكلم عليه إن احنا نتجنب فكرة النزلات المعوية اللي هي مرتبطة بفصل الصيف ومتغيرة مع تغير الحرارة وأولادنا دايماً بيأكلوا النهاردة هم خارجين بالامتحانات الأكلات اللي هي موجودة مع الباع الجائلين الحاجات اللي هي من هذا القبيل احنا دايماً عايزين نقول لهم ما تعملوش هذا الكلام جزء آخر من الحاجات اللي بترفع المناعة الأرجينين 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 ليه فوائد كتير جداً هو اللي بيساعد على التقام الجروح الأرجينين ده نوع من الأحماض الأمينية الأمينو أسدز اللي موجودة في الأكلات البحرية موجودة في الفراخ موجودة في السمسل موجودة في الدرة موجودة في بعض أنواع البقول أكتر حاجة بتساعد على رفع المناعة رفع المناعة تحفيز الجهاز المناعة وتساعد على التقام الجروح الأرجينين هو اللي بيدينا شكل نجد الناس اللي هي بتتناول الأكلات اللي هي غنية بالأرجينين والتريبتوفان والتريبتوفان والحص للحظ أن معظم المركبات اللي فيها أرجينين أيضا فيها تريبتوفان نجد أن شكلهم أصغر من سنهم بيدوهم نوع من الشباب يعني السيدات اللي احنا بنتكلم اللي هم بيهتموا بالتكميل دايما نقول لهم كل الأكلات اللي هي غنية بالأرجينين بالتريبتوفان غنية بالأوميجا زيت الأوميجا ده اللي بيخلي الجسم نظر مش فكرة بس فيتامين ألف لأن احنا كنا دايما بنقول أن تناول فيتامين ألف كثير من السيدات بيظنوا أن تناول فيتامين ألف كمركب وفيتامين هي حيديهم هذين نظارة المزعومة ولكن للأسف الشديد تناول فيتامين ألف ده بيعمل لنا هشاشة عظام ممكن يؤدي إلى أورام سرطان يعكس ما احنا كنا متخيلين احنا بنقول أن فيتامين ألف بيمنع السرطان لكن لو خدناها كأقراص هيعمل لنا مشكلة لكن لو خدناها في مركبات أخرى طبيعية سبحان الله رب الأسباب هيخليها هيساعد على النظارة رفع المناعة مع فيتامين دال مع مركباتها بتحتوي على الأرجينين فإذا إحنا محتاجين مركبات اللي هي الأغذية الغنية بالأرجينين ولحسن الحظ أن معظم هذه الأغذية بتزود إفراز السلطانين في المخ السلطانين والنور أدرينالين اللي هو بيعمل لنا اللي هو مضاد الاكتئاب يعني هذه المركبات بترفع الموت بتاعنا فبتدينا نوع من السعادة بدل ما إحنا طول الوقت عندنا نوع من الاكتئاب ونوع من المزاج اللي هو المتغير مادة التريبتوفان اللي هو الأمانو أسدز أيضا بيرفع مادة الميلاتونين اللي هو بيساعد على النوم إحنا دايما كل ما بنكبر في السن إحنا دايما كل ما بنكبر في السن بيحصل نوع من أن ساعات النوم بتقل لدين وده بيؤدي إلى بعض أعراض تقدم السن أنا مش هنسميها الشيخوخة لكن هو جزء مع الخلل الهرموني مع الحاجات اللي من هذا القبيل لكن التريبتوفان بيدينا نوع من النوم العميق التريبتوفان موجود في الأسماك البحرية الأسماك البحرية الفراخ الأرانب اللحوم البغداء بشكل عام ده اللي بيدينا نقوه ده الجزء من اللي احنا كنا بنكلم عليه اللي هو رفع المناع يبقى إذن كل اللي احنا بنكلم فيه النهاردة إزاي نرفع مناعتنا بشكل جيد إزاي نمنع جسمنا من الأغزية أو نحافظ على نفسنا من النزلات المعوية وخطورة النزلات المعوية اللي هي جزء من هذا القبيل طيب جزء من اللي بيضعف المناع إيه جزء خطير جداً اللي هو زيادة الوزن بالذات الوزن اللي حوالين الخصر اللي هي سمنة الكرش الكرش من الحاجات اللي بتعمل لنا ضعف في المناع سبحان الله وتدينا نوع من الإرهاق والإرهاق ده بيبقى سببه أيضاً أمراض النوم الشخير أثناء النوم وده بيدينا ضعف جزء من المناع ويدينا تمدد رئوي يعني هي قصة متلازمات طب فيه ناس كتير جداً فيه ناس بنتكلم إزاي إن ننزل سنة الكرش من خلال الأعلانات اللي موجودة في كثير من الفضائيات اللي هو شفط الدهون هل شفط الدهون بيحسن هذا الوضع؟ هل أجهزة الليزر اللي هي بتقلل الخصر من صنطي للأتنين صنطي في الجلسة الوحدة بتساعد على هذا الكلام للأسف الشديد للأسف الشديد إن كل هذا الكلام مش كلام مزبوط هراء علمي هو بيحسن الشكل فقط لكن ملوش قيمة علمية في تحسين هذا الوضع إذن يبقى لابد من النزول المتوازن في الوزن يعني الناس اللي هتخس مرة واحدة أو نزول مفاجئ في الوزن ده ممكن مش هنتكلم على سقوط الكلة لإن خلاص مبقيناش نشوف هذا الكلام لكن هنتكلم على حصوات مرارة هنتكلم على كابة دهني وأيضا مع هذا النزول المفاجئ بيحسن نوع من الترهولات الجلدية اللي هي الناس إحنا كلنا مش عايزينها يبقى كل هذا الموضوع إحنا بنركبه إحنا محتاجين لنا كل أكل متلازم أكل مزبوط اللي إحنا هنحكي عليه دلوقتي حالا لكن كيف ننزل في الوزن وإزا نتخلص من سمنة الكرش وهل في حاجات موضوعية للأسف لا سمنة الكرش دي سمنة ورصية صاحبه يحمل الجين بتاع الكبد الدهني صاحبه يحمل الجين بتاع الدهني السلسية وصاحبه يحمل الجين بتاع مرض السكر وكنا دايما بنتكلم في علاقات سابقة وسميناها بإسمها أن مرض السكر مرض يمكن التنبؤ به الوقاية منه والتعايش معه فيه عندنا حاجات كلينيكية منها شكل السمنة ومنها الكرش لكن الناس اللي بتنزل في الوزن أو بعض الناس اللي بتعمل جرحات النزول في الوزن وإحنا مش بنشجحها إلا في السمنة المفرطة غصب عننا لكن النهار ده في حاجات أجيزة في العالم كله اللي هو استخدام البلون اللي هو بتحط في المعدة اللي هو بتدينا نوع من الشبع كما نعلم أن هرمون الجريلين أو هرمون الجوع تم اكتشافه تم اكتشافه فقط سنة 1997 وتم تسميته جريلين سنة 1999 وكنا بنتكلم على مجموعة الهرمون ده بيفرز من الجدار الأعلى للبطن فوجدوا أن إحنا لما بندي شعور بالشبع من خلال يعني في بعض الأدوية اللي هي تحت التجربة إزاي تمنع التعامل مع هرمون الشبع لما عملوا عمليات القطع الطولي لمعدة السليف لما قال له هرمون الجريلين لما حطوا بلون داخل المعدة وجدوا أن كل ده بيؤدي إلى نفس هذه النتيجة في أن الإنسان بيشعر بنوع من الشبع ونوع من الامتلاء وده بيساعد على تقليل الوزن يفضل طبعاً الناس بتظن أن أي أكل ممكن ناكله بالذات الأكل اللي هو بيشبعنا للحاجات اللي فيها دهون الحاجات اللي فيها سكريات عالية كل الأنواع اللي من نوع ده للأسف دي بنسميها مؤكسدات مؤكسدات بتزود إفراز الإنسولين بتعمل لنا إرهاق عالية على البانكرياس بالذات إذا كان فيها حاجة اسمها الجليسيميك إنديكس اللي هو المعامل السكري العالي زي السكر الأبيض العادي اللي احنا بناخده اللي احنا بنسميه سمون بيضاء زي العيش الفين وزي العيش الشامي كل ده بيعمل لنا نوع من مقاومة الإنسولين فيما بعد مع زيادة السمنة مع فكرة الكبد الدهني فلابد من إن احنا نتجنب هذه المأكلات طب هناكل إيه دكتور هناكل خضار المفروض 70% لـ 80% يبقى خضار زائد بقول خضار ورقيات الورقيات دي بتحتوي على الفوليك أسد بتحتوي على السيلينيوم بتحتوي على الزينك ده الجزء التاني اللي تكملت موضوعنا الأساسي إزاي نرفع المناعة بتاعتنا السيلينيوم الزينك الفوليك أسد من الحاجات اللي بتمنع الأورام لو خدناها كمركبات أقراص للأسف الشديد ده مش هيفدنا أو يعني الفايدة هتبقى مش هنحصل على الفايدة المرجوعة مش عايزة أخوفكم من أثار المركبات اللي هي الفيتامينات والتعذير اللي بقى موجود في الغرب بالذات في الولايات المتحدة لكن إحنا بنتكلم يبقى زي ما كنا بنتكلم بنجيز تاني من الأول قولنا الأرجينين الأوميجا التريبتوفان اللي هي الأحماض الأمينية فيه بقى المركبات الصغيرة اللي هي سلينيوم والزينك السلينيوم والزينك ده كل السيدات بتتدور بتدور على الشعر فقبل ما أقول لكم المناعة هو كمان بيزود نمو الشعر وبيمنع تساقط الشعر وبيساعد على نزول الوزن وبيقويل أظافر لدى السيدات اللي هو أهم حاجة في مركبات التجميل عند سيداتنا اللي هي شكلها يبقى سلينيوم زينك تريبتوفان أرجينين فالك أسد اللي هو موجود في هذه القيبة احنا مفروض 70-80% من أكلنا يكون من هذه المركبات ويفضل التنوع فيهم من كل المركبات مش هننصح بحاجة محددة لكن لابد ان احنا لما نيجي ناكل بروتين ناكله مرتين في الأسبوع على الأقل مش لحوم حمراء لكن أسماك بحرية وفكرة الأسماك البحرية بتدخلنا على جملة ثالثة هل يا دكتور ناخد علبة تونة المتواجدة في الأسواق ممكن ناخد علبة تونة بحد أقصى الناس العادية مرتين في الأسبوع والحوامل متاخداش أكتر من مرة واحدة في الأسبوع لاحتواء هذه المركبات على الزئبقة وده بيبقى خطر على الأجنة فالسيدات يعني مش بنحظر لكن هي محدش ياخد تونة أكتر من مرة واحدة في الأسبوع من الحاجات اللي غنية بالمركبات اللي احنا بنتكلم عليهم السيدينيام الزينك هذه المركبات موجودة في الليب في السوداني في المكسرات طبعا يا دكتور المكسرات بأدغالي خلاص في عندنا لب وزداني اللب بالذات اللب الأبيض ده اللي هو خارج من مركبات الأرع العسلي ده سبحان الله ربنا وجد إنه هو بيحافظ على خلايا البرستاطا لا ده الزكور اللايكوبين اللي موجود في القوطة كل دي المركبات اللي حم نتكلم فيها إزاي نرفع المناعة أو نحافظ على مستوى المناعة الجيني اللي ربنا مدهولنا مش نقلله يعني التعرض في حاجات بتقلل المناعة وفي حاجات بتحفظ على مستوى بتاعنا وقد تحفظ المناعة عشان إحنا دايما عندنا مفاهيم مختلف إحنا بس بنحاول نصلح هذه الجومة اللايكوبين اللي موجود في القوطة في القوطة بيمنع أيضا سرطان البرستاطا ويمنع زهور الزوايد القولونية الكالشيوم والماغنيسيوم من مركبات غير الألبان الكالشيوم والماغنيسيوم من مركبات غير الألبان زي الخاص الكرافس الخرشوف البروكلي السمسم السمسم غني السوداني المركبات اللوز وجدوا أن دا أيضا بيحافظ على خلايا البرستاطا وخلايا الكبد وطبعا الكبد أهم حاجة ليه مركبات القهوة والشاي لكن احنا بنتكلم بشكل عام يعني برضو دي من الحاجات اللي هي بتحافظ على خلايا الكبد وتمنع زهور الزوايد القولونية اللي هي أهم مسببات سرطانات القولون يبقى كل دا احنا بنتكلم في فكرة المناعة وإن المناعة والسمنة أشياء أخرى طب لا قدر الله أصبنا بالنزلات المعوية هل ناخد مضادات حيوية ولا لا إذا كان فيه ارتفاع في درجة الحرارة فلابد أن أنا أذهب إلى دكتور إذا كان فيه تغير إذا كان فيه جفاف بالذات للأطفال فلابد أن أنا أخد المحليل اللي هي بتعوض هذا الجفاف أما إذا كان الموضوع في طور عادي اللي هي ترجيع عادي وده بيعدي عندنا ما فيهوش مشكلة لكن الرسالة الأولى إن إحنا لابد إن إحنا نأذب إلى طبيب ولا نتعامل بالحاجات اللي إحنا بناخدها من الصيدلية عمال على بطال أو بوصفة الصيدلي مركبات كلها شهيرة لكن مرفوضة لأن في بعض المركبات يعني بعض المضادات الحيوية لو خدناها مع النزلات المعوية بتنشط نوع من البكتيريا آخر يعني تاخد مضادات حيوية معنا اتصال يا أستاذ حمز عليكم السلام ورحمة الله دكتور معي أيها تفضل أستاذ حمز حضرتك أنا عندي فيروس دي فيروس بي ألف سلام عليك الله يخليك يا دكتور طبعا رفض حمزت فطولة عندي فيروس بي وطولة أستاذ مضادة سالب 16 في السي وسالب في السي 16 16 في السي 16 فقط عدد فيروسي 16 أيها سالب يعني طولة سالب 16 تمام تمام طبعا رفض الدكتور عندنا هنا في فيوم فأعطاني لامفيدين قال لي مش عليها لحد ماقول لك اطعب نسبة اللي 51 ألف ناشت يعني انت لما عملت فيروس بي لقيته 50 ألف تمام آه تمام أنا معاك بس كيف الدكتورة أعطاني لامفيدين أمشي عليه فترة بس ما قليش اطعب انت قال لي لحد ماقول لك تمام عملت عمليات قبل كده حمزة لا عمليات لا بتاخد أي دوة لأي مرض مزمن غير اللامفيدين لأ ما قلتش بأخد مرض مزمن حاجات معي ناشي ناعدة وبتاع باسف حمزة عندك حساسية صدر حساسية من أي دوة أي مشكلة مرضية قديمة لأ الحمد لله معاك آه انت متجاوز يا حمزة نعم متجاوز متزوج حللت لمراتك فيروس بي آه حللت ما لقيتش عندها فيروس يعني طلعت سليم طعم كويس جدا ده أهم جملة احنا عايزين نسألها وحللت الأولادك أولادك خدوا التطعيم الطفل بالتطعم هو طبعا دلوقتي بقى يتطعمه من فيروس بي تمام لكن هي الحمد لله خدت أول حنة فأنا حتى يعني بنسي المناحة مع هذا وقت طعم كويس جدا سؤالك ليه هل الدواء اللي انت واخده ده كلام مظبوط ولا لأ مش كده آه وان شعر الحديث للأسف الشديد يعني الحصن الحظن الدواء اللي انت واخده ده دوا كويس وممتاز في هذه الأوضاع وده من الجيل الأول الجيل الأول لابد ان انت تتحلل الفيروس العددي لابد ان انت تتحلل الفيروس العددي إذا ما كانش فيه استجابة للفيروس العددي لهذا الدواء بيضاف أدوية من أدوية الجيل الثاني يضاف إليه يضاف إليه أدوية من أدوية الجيل الثاني هو للأسف الشديد ان بعد مرور خمس سنوات من الاستمرار على هذا الدواء بممكن يحصل نوع من المقاومة وردة لأن ده دواء من أدوية الجيل الأول ده يعتبر من أرخص هذه الأدوية آه والقرار اللي هو خده ان هو يدي لك هذا الدواء ده قرار صائب وسليم قرار صائب وسليم يعني قرار صح مش قرار خاطئ ده كلام مظبوط مية في المية آآ للأسف الشديد ما فيه شفاء تام من فيروس به لا يوجد شفاء تام من فيروس به لا يوجد شفاء تام هذه الأدوية بتقوم بتثبيت الفيروس فقط تثبيته تنزيل الفيروس فقط وليس القضاء على الفيروس ليس القضاء على الفيروس هذه الأدوية بتقوم بتثبيت الفيروس آآ بنوقفها يتم إيقافها وده في نادر جدا مش كلام آآ نهائي بعد سنة ونص بعد سنة ونص فقط من يعني ان لما نحلل الفيروس نجده ان هو نزل تحت الأرقام المعتادة فإذا في الحالة دي إذا حصل استجابة فإحنا بنتابع بانتظام وده ما بحصل بحصل في أقل من 20% للأسف الشديد إذا حصل عدم استجابة وانتكاسة فبيضاف دواء الجيل الثاني إذا حصل انتكاسة مع الجيل الثاني الجيل الثالث بقى ده النهاردة بقنا نبتدي به حتى مش يعني ما بقناش نبتدي بجيل الأول مع الثاني خالص بقنا نبتدي بمادة الانتيكافير آآ وده بتؤدي إلى استجابة عظيمة لكن مش شفاء الشفاء الوحيد الفيروس به إذا خدنا حقا الانترفيروم مع نفس المادة اللاموفيودين اللي انت بتاخدها بس بالنسبة شفاء فقط 10% لأنواع محددة من أنواع جين وطايبس مش لكل هذه الأسباب لابد ان اللي عنده فيروس به لانه ينتقل عن طريق الدم والإفرازات الجسمانية والاتصال بين الأزواج والأم الحامل لأولادها فإذا كانت الأم مصابة لقدر الله فبنعمل لها تحليل الفيروس العددي في آخر شهر من الحامل إذا كان الرقم علي بنديها أقراص لتصبيت الرقم الفيروسي وأما إذا كان الجنين يعني يوم الولادة بياخد أول جرعة تطعيم وبياخد أول جرعة أجسام مناعية أتمنى أن أنا مكنش أطلط عليكم وجاوبت هذا السؤال وأشكركم ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 شكرا